الخميرة والتماطم ستجعلك بنت الستاشر سنة مهما كان عمرك فوق الاربعين بشرة بيضاء اعملها قبل العيد ستجعل وجهك ابيض مجدود وكأنك شابة هتخلي جسمك ابيض زي التلج هتفتح المناطق الدكينة والجسم وتشد التجاعد هتخلي وشك ينور انا عايز اقولك حتى لو عمرك فوق الستين سنة لو انت عروسة او بنوتة صغيرة انا عايز اقولك هتخلي جسمك يلمع ابيض زي التلج بشرتك هتبقى زجاجية قول ودعا للتجاعد والهالات السوداء والبقع الداكنة حرفيا هتأشر وتشيل كل طبقات الجلد الميتة وتفتح المناطق الداكنة والحساسة زي الاندر ارم وكمان منطقة البكيني فصلوا على الرسول الله وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد وده اللي انا طلبة منكم في البداية ولو اول مرة تشوفوني انا مامة سولة اسراء فتح سكتشان بجد الوصفة دي من جمالها وحلوتها هتحس ان انت واحدة جديدة في العيد بجد بها جغيرة طبيعية وشك وجسمك حينورهم مش بس كده انت هتدمينيها وحتعمليها على طول فيلا بينا نشوفوا حتشوفوا النتيجة كمان في الفيديو بعينيكم دلوقت هنجيب كوباية وحطيه فيها معلقتين صغيرين من النشا على معلقة من اللبان المر المطحون يعني بتروح عند العطار وتشتري مطحون او تجيب اللبان المر وتطحنيه في البيت بعد كده حبد اصدب المية المغلية على النشا واللبان المر هنقلبهم بقى كويس جدا صلوا على الرسول الله الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعي هنقلب كويس جدا لايك وكومنت حلو بالله عليكم ما تنسوش اللايك وكمان الكومنت عشان ترفعوا لي الفيديو وكتبولي في الكومنتات انتو بتشوفوني او بتتابع الفيديو من اي بند بجد بفرح جدا بكومنتاتكم الجميلة وشكرا جدا لكل الناس اللي نضموا جديد بعد كده بعد ما بينقلبهم بتلاقوا القوام تقيل كده علشان طبعا النشا بسو تقيل ازاي ده من الاول ثانية ميا المغلية كده وتقلبه وما تخفيش مش هيحصل اي تكتلات من النشا بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب عود من القرفة وحبدأ اضيف العود زي ما هو كده صحيح من غير ما نتحنه للنشا واللبان المر والميا المغلية المفروض ان احنا بنسيبهم بالضبط 10 دقايق لحد ما نبدأ ان احنا نجهز الوصفة بتاعتنا انا عايزة اقول لك عندك بقعة داكينة هتختفي عندك تاجعي الده من الاول استخدام هتختفي هتفتحك من 3 ل 4 درجات هتقولي وده على الصلونات التجميل والكريمات والنسقات هتخليلك المناطق الداكينة والحساسة بجسمك تلمع حرفيا هتشيل كل طبقات الجلد الميتة بعد كده بنبدأ نجيب طمط ميا نشيل الجزء اللي فوق كده بالسكينة علشان نبشرها لحد الجلد يعني لحد الجلد او قشر الطمط ميا هنبدأ نبشر كده عايزين كل العصير اللي في الطمط ميا نضغط عليها كده ونبشر برفق علشان مش عايزين اشر خالص لايك بقى وصلوا على رسول الله شاركوا الفيديو رجائكم كده على قد ما تقدروا الفكرة جديدة وحبا ان هي توصل لكل الناس وبجده هتخلكوا توفروا فلوس كتير قوي قبل العيد مش بس قصة فلوس انا عايز اقولك ان هي كمان بتشيل الشعر الوبري اللي مش بيتشال بالليزر ولا بالسويت فحرفيا دي هتحسسك ان انت صغيرتي عشرين سنة هتستغربي وكل هاستغرب عملتي ايف بشرتك لان هي هتخلي وشك ينور هتفتح وشك من 3 ل 4 درجات ولو عايزين نصيحتي اعملوها قبل العيد بيومين يعني قبل الوقفة بيوم او حتى يوم الوقفة زي ما انت عايزة لان دي هتخليك تحسي احساس كده وبتغيير ملحوظ في وشك وجسمك عايز اقولك كمان بتشيل اصل الحبوب والحبوب كمان لا بجد بتنظف الوش والجسم جدا هنجيب نص لامونة ونبدأ نعصرها على عصير الطماطم بالشكل ده بعد كده بقى حبدأ ان انا قلب اللمون مع عصير الطماطم كويس جدا نخلطهم كده بالمعلقة اللي وصل او وصلت لحد هنا باللاعة ليكم زي ما انا بقدم ليكم افكار جديدة وزي ما انتو بتستفادوا رجاءا ما تبخلوش عليها باللايك وان انتو بس تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا مع اصحابكم واصدقائكم علشان الكل استفاد الفكرة جديدة وحبا ان كل البنات تستفاد قبل العيد نوفر فلوسنا ونعمل الحاجات دي في البيت انا عايزة اقولك حيديك نتيجة احلى مليون مرة ومن اللي انت بتعمليه في سالونات التجميل قلبنا كويس قوي عصير الطماطم مع عصير اللمون هنجيب كتعة من الطل او اي صفاية عندك انا بستخدم الطل اسهل بصراحة وطبق كده هاخصل الطبق الكبير علشان عايزة استخدمه لان انا هعمل كمية بتكافي الجسم والوجهة بصراحة رهيب للجسم هبدأ كده جيب الطبق واضغط على الطل كويس قوي هناخد عصير الطماطم كله هي عصير اللمون كل اللي احنا مش عايزينه هو البزرق فاضغط كده كويس جدا علشان ناخد العصير بالكامل بالشكل ده شوفوا بقى بجد انا عايزة اقول لكم ان يعني من اكتر الحاجات اللي انتو لو عملتوها هتحسوا بتغيير وقتي لانها تفتحك تلات درجات هتشيل البقعة الداكلة البنية اللي في الوجهة هتشد التجعيد وتحفز بكل جلة هتقل الخطوط الرفيعة لطيضة ديت هتمحيها تماما انا عايزة اقول لك ان هي كمان لو انت عندك مدبات فهي بتقدي عليها تماما تماما بتديكي بشرة زوجاجية بالنسبة للمناطق الداكلة في الجسم لو انت بقى عروسة او حتى مش عروسة فانا عايزة اقول لك من اول استخدام بتقشر كل الجلد الميت الجلد الغامي وبتديكي بشرة كده فتحة بطريقة غير طبيعية ونعمة بطريقة انت مش هتتخياليها بعد ما صفيت كويس حبدأ اضيف معلقتين كبار من اللشا والنشا انا ما بقدرش استغنى عنها لان اللشا من اكتر الحاجات اللي بتحفز الكولاجين وبتديكي بشرة مجدودة سائد ان اللشا مع عصير الطماطم واللمون لها قدرة خارقة في تفتيح الجسم والواجه من درقتين لتلات اربع درجات هاخلط كويس او النشا مع عصير الطماطم واللمون بالشكل ده اللي وصلت لحد هنا تشاركي الفيديو على قد ما تقدر الوصفة تنفع كمان للشباب تريد تشاركي الفيديو انا عايز اقولك ان انت لو بتخرج كل يوم في الشمس ووشك غماء فالوصفة دية هتفتح وشك من تلات لأربع درجات تنفع كمان لكفوف اليد لما بتاخد له غير الجسم او الدراع عموما هنضيف ربع معلقة من الزنجبيل الزنجبيل هنا هيحسسك ان انت حقناء واخداء ابر نضارة ليه لان الزنجبيل من اكتر الحاجات اللي بتخلي الرؤوس السودة تطلع من مكانها كده يعني بصي بتفورها كده من مكانها رؤوس السودة والبيضة اللي بتدي نقطة ثمرة في الوش فانا عايز اقولك ان الكلام ده هيروح خالص وهتخذي بشرة كده نطية وصفية وكأن انت عاملة فلتر ربع معلقة من معجون السنان معجون السنان يا جماعة بيدي تفتيح فوري بينضف البشرة من الاتربة ومن رؤوس السودة ومن رؤوس البيضاء ومن النمش ومن البقع الداكنة طيب علشان نسيح معجون السنان ونخليه يدوب مع الوصفة فإحنا بنضيف رشة بسيطة جيب ده حاجة على حرف المعلقة من الكربونات فهي مش حضر ولكن هتفولك وتسيحلك معجون السنان في المرحلة دي هنخلط كويس قوي بالشكل ده كل ما هتخلط كويس كل ما المعجون هيدوب معنا مع الوصفة أكتر ويمتازج بيها كويس جدا بصوا هنا الشكل اللي بقى عامل ازاي القوام بقى كريمي جدا لايك بقى وكومنت حلو شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا وما تبخلوش عليا بالمشاركة زي ما بقدم لكم محتوى مفيد وجديد فرجاء ان انتوا تساعدوني ان الفيديو يوصل للكل وأكون شاكرة جدا لكم وشكرا جزيلا مقدما بعد كده بنبدأ ان احنا نجيب الكوباية بعد ما تنقعد كويس جدا بالقرفة والنشا واللبان المر هنشيل عود القرفة وفي المرحلة دي هتلاحظوا ان الخليط زي الجل كده تقيل هبدأ اسوب بكل اللي في الكوباية مع ده طبعا الشوائب هنقلب كويس قوي الجل بتاعنا مع المكونات بتاعتنا كويس جدا بالشكل ده هفضل كده قلب عايز اقول لكم ان والله كسما بالله وانا بقسم ليكم ان انت هتاخدي بشرة الكل هايسألك عن سر التغيير المفاجئ عملتي ايه في الشكة انت عارف احنا لما بنخرج كل يوم في الشمس انا عن نفسي مش بخرج اصلا فاللي بيخرج بيلاقي ان كافي ايده بتلون وجسمه بيلون حتى وحنا قاعدين في البيت يعني انا عايز اقول لكم قاعدة في البيت من درجة الحرارة هتحس ان وشك بيحمر ان انت الاحمرار ده بيجي بعدي اسمرار او غمقام في البشرة فده هتقدلك على الكلام ده كله هنبدأ نضيف معلقتين كبار من الدقيق وهنخلط كده الدقيق وهنفضل نخلط لحد ما تلاقيش فيه تكتلات خالص يعني تلاقي كده ايه القوام بتاعك ما بقاش فيه تكتلات نهائيا كمان لو فيه تكتلات صفي فانا بصراحة هفضل اقلب بالشكل ده يعني لو عندك طولة بالقلبي ما عندكيش هتقلب تقلبتين وتصفي به الطل او بالصفايا الا عندك فحفضل اقلب كده علشان الكنوع بتاعنا يبقى ما فيهوش اي شوائب ولا تكتلات نهائيا صلوا بقى على الرسول الله اكتبوا لي بتشوفوا لي منين العيد خلاص على الابواب كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد مقدما شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد عايز اقولكم ان بنات كتير بتشتري بجد وعرائز كتير احنا عارفين ان العيد الجاي بيبقى كله افراح وربنا يكتر افراحنا جميعا يا رب فبيشتروا حاجات غالية اوه ما بتجيبش نتيجة بل بالعكس بتدي نتيجة سلبية فانا عايز اقولكم ان القناعة ده بمكونات طبعية هتدعولي عليه ولو انت عروسة هتدعيلي عليه اليوم الفرح بعد كده بنبدأ ان احنا نضيف تلات معالق من الدقيق اللي هو دقيق الرز يعني بتجيب الرز وتطحاني بيبقى محبح بكده شوية والحبحبة دي مطلوبة لانه هتصنفلك الجسم مولوش تمام انا ضفت هنا تلات معالق وهاخلط كويس بالشكل ده عايز اقولك لو انت عروسة وفرحك على عيد خلاص انت ممكن تعمليه تلات اربع مرات من دلوقت يعني مرتين في الاسبوع او مرة على حسب جسمك فبجد انت لو جربتي يعني جسمك هيرجع كأن انت بيبقى لسه مولود فالوصفة دي كمان هدية مني للعرايس فشاركيها علشان كل العرايس يدعولك عليها لان بجد هتخلي جسمك يعني هتقولي ودعا للحمام المغربي هتقولي ودعا لكل الكريمات والمسكات لان حيديك بشرة كده بيضة لافيش بقى جلد ميت ولا بقعدة كنة ولا وش فيه تجعيد ولا وش بهتان مرهاقة بقى وبهتانة الكنوع ده هيخليك كده منورة هنفضل نخلط كويس او بالشكل ده لحد ما تلاقي كل المكونات امتزجت كويس جدا بالشكل ده اخر مكون طبعا انا هضيفه بعد السكر هو الخميرة فانا حابده اضيف معلاءة كبيرة من السكر طب السكر بيعمل ايه لازم تعرفي ان السكر بيدي تنعيم للجسم والسكر مع المكونات دي بيقفل المسام الوسعة او بيسدها فبتلاقي ان المسام اختفت تماما وان بشرتك بقت زجاجية وبيضة فبجد السكر حلوة او زي انه بيدي صنفرة وتفتيح رهيب للمناطق الدكينة زي الاندر ايروم ومنطقة البكين بعد كده اخر مكون انا حضيفه هو الخميرة ولازم اخر حاجة مضيفة هي الخميرة وانا هنا حضيف معلقتين طبعا الكمية اللي انا عاملها دي هتكفي الوش ويه كمان الجسم فانا بقى احب ده ان انا قلب ايه الخميرة مع كل المكونات لحد ما تحسي ان المكونات امتازجت كويس جدا بالنسبة للشباب يستخدموها للوش وكفوف اليد والدراعات اما بالنسبة للبنات فهي المناطق الدكينة والاندر ايروم والبكيني والجسم بالكامل بلا استثناء والوش تمام هقلبهم كويس واخليتهم كويس جدا حاب ده اجيب كيسة صمرة واغطيهم بعد ايه الخميرة لازم نسينهم يتخمروا لمدة تلات دقايق فقط لا غير مش عاوزينهم يتخمروا قوي لا هم تلات دقايق فقط بعد تلات دقايق تعالوا ما اقولوكم ازاي نستخدموها اول حاجة بنبدأ ان احنا نشيل الكيس الاسمر ده اول حاجة ازاي نستخدمها بالنسبة للوش فاحنا هنبدأ ان احنا ناخد من عوندهن وشنا وندلق فحرقات دائرية لمدة خمس دقايق ونسيبها على الوش خمس دقايق كمان بعد كده بنخسل وشنا عايز اقولك بتشد التجعيد بتحفز الكولاجين بتديكي بشرة ممتلئة بتشيل كل طبقات الجلد الميتة بتفوروا لقوس السودة والبيضة من مكانها ما تنسيش تدهين الانف كمان لان بتنظف لقوس السودة جدا بتوحد لون البشرة بتفتح الوجه من 3 ل 4 درجات ده بالنسبة للوجهة اما بالنسبة للجسم فقبل الشوار او اثناء الشوار بنخسل جسمنا بمية دافية علشان نفتح المسام وبنبدأ ندهين بها الجسمنا بالكامل بالمناطق الغامق والحساسة والرقبة والجسم بالكامل بلاستيسنا ندلك في حرقات دائرية لمدة 10 دقايق بعد كده بنبدأ ان احنا نسيبها على الجسم 5 دقايق كمان ونخسل جسمنا بمية بردة علشان نقفل المسام مرة تانية انا عايز اقولك بتشيل كل طبقات الجلد الميتة هتفتح لك الاندر ارم والبيكيني جدا 3-4 درجات حتى لو سوادي السنين انت حتدعيلي اصلا لو انت عروسة اعمليها دايما انا عايز اقولك الوصفات دي بعملها باستمرار مش هتحس ان انت تجباري بالعكس هتلاقي دايما جسمك فاتح وابيض زائد ذا ان انت هتلاقي اني مفيش ترهولات في جسمك ولا شعر وابري ولا اي حاجة وخالص ملح جد فدي اكتر حاجة هتفتح لك جسمك وتخليك يبيض كبيض التلج هتنضف لك الشعر الوابري وتشيله وتزيله اصلا هتشلك الغمقان والبقع الداكنة من الجسم والمناطق الحساسة بجد انا عايز اقولك بتدي بقى معومة للجسم هتلاقي جسمك ناعم بطريقة غير طبيعية فاجربيها قبل العيد بجد هتدعيلي عليها وتقدر كمان تعمليها من دلوقت مرتين تلاتة قبل للعيد دي اقوى من اي وصفة ممكن تعمليها جربوها وشاركوا الفيديو على قد ما تقدر